موسيقى ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة والفقرة الحوارية واللي منورنا فيها الناقد الفني والكاتب الصحفي الأستاذ أمين خير الله واللي هنتكلم معاه عن موضوع مهم وبنفتقده في الفترة اللي فاتت الفترة الطويلة دي وهو موضوع المسادسلات الدينية والتاريخية وطبعا مصر بتعتبر من أهم الدول العربية في الانتاج الدرامي والفني ولو اتكلمنا عن الدراما الدينية والتاريخية هنلاقي أن أهم الأعمال وأقدمها كانت من خلال شاشة التلفزيون المصري واللي قدم أهم الأعمال الفنية للمنطقة العربية كلها لكن للأسف الشديد قلت الأعمال الدينية وقلت الأعمال التاريخية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لدرجة أن هي أصبحت ندرة على شاشة برغم جماهرية الأعمال دي اللي هي الأعمال الدينية والأعمال التاريخية عن سبب قلتها في السنوات الأخيرة هيكون لنا اللقاء اللي جاي مع الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ أمين خير الله أهلا بك معنا أهلا بك يا سبحانه منورنا في ساعة استرح شكرا أهلا بك في البداية الأعمال التاريخية والدينية اللي احنا كنا اتربين عليها واللي كانت جزء أساسي من رمضان و كنا بنستناها يعني انت شايف ايه السبب في ان اختفاء الأعمال دي رغم أهميتها المجتمع وبالنسبة لاختفاء الأعمال التاريخية عموما أو الأعمال التاريخية الدينية ديها أسباب كتيرة و ديها معوقات كتيرة هي للمخلية صعب إنتاج مسلسل تاريخي ضخم أول حاجة يعني دايما المنتجين بيتزرعوا بفكرة أنه تكلفة الإنتاج غالية والتصوير غالي في حين أنه بنلاقي أنه البطل بياخد مثلا حتى بالنسبة لأعمال التجارية تلاقي مثلا الفيلم المسلسل متكلف مثلا من المسلسلة تعريف رمضان متكلف مثلا حوالي 100 مليون جنيه تلاقي البطل واخد 30-35 منه طب يعني واخد 35% من ميزانية بطل واحد من ميزانية المسلسل ففكرة التكلفة مش هي دي آه هي عامل عامل من ضمن العوامل صعوبة إنتاج مسلسل تاريخي ضخم لكن في أسباب تانية برضو يعني ينفع نحلها وينفع نتجاوزها يعني مثلا في ناس قولك أنه ما عندناش ممثلين بيجيدوا اللغة العربية ده برضو مرضود عليهم أنه في أبطال كتير في ممثلين كبار في المسرح القومي نقدر نستعين بيهم هي المشكلة هتبقى بتواجهنا في البطل يعني لو جينا نشوف أهم 7-8 أبطال من أبطال دراما التلفزيون في الوطن العربي هتليهم لا يجيدوا اللغة العربية بشكل كامل في حين أنه لما بيجي يعملوا مسلسل صعيدي بيجيبوا حد متخصص في اللهجة بيقعد معاهم ويدرس لهم إزاي ينطقوا الكلمة دي وبيقف أثناء التصوير ولما البطل بيقول كلمة غلط أو نط غير صحيح بيوجهوا وبيعيد تصوير تاني بيلاقي برضو فيه واحد مسؤول عن الملابس الصعيدي برضو عارف أنه اللبس ده بالشكل ده خاص بمحافظة كذا أو بقرية كذا أو بلق كذا فكلها أسباب يمكن حلها بس هي القصة كلها أنه فكرة الإرادة دلوقتي محدش سواء المنتجين محدش منهم يفكر إزاي نعمل العمل التاريخي قوي ويكسبهم أو على الأقل يجيب حق التكلفة نحن لو هنتكلم بشكل تجاري رغم أنه مفترض أنه العمل التاريخي ما يبقاش الهدف الأول منه الربح الربح دولة عربية كلها وشوفنا في خلال الفترة الأخيرة في دول كتيرة دخلت في المجال ده وعملت شغل شغل محترم كلنا بنشوفه حتى بقى مدبلج يعني مسلسل يوسف الصديق الإيراني تم دبلج لكذا لغة والمصريين كلهم شافوه هو متكلف بس في النهاية الغرض منه تقديم رسالة معينة رسالة معينة بالضبط برضو المنتجين بيتزرعوا بفكرة أو من ضمن الأسباب اللي هم شايفينها إنه صعب الإنتاج للشغل ده المجميع بيكون محتاجين مجميع مع أنه دي برضو ممكن يتم محلها يعني مش مشكلة قوي يعني مثلا في الدول برة بيستعينوا بطلبة الجامعة إنه إنت في النهاية المجميع مش محتاج حد محترف تمثيل هو بس بيبقى مجميع بتبقى بتتحرك وإنت بتخد لها لقطة من فوق وهم ماشيين لما بتيجي تقرب الكادر على حد بتقرب الكادر على الممثل البطل أو نجم المشاركين أحنا كنا شغالين وكانت الأعمال بتاعتنا ما بتواجهش المشاكل دي في الفترة اللي إحنا كنا واخدين فيها الريادة وكنا يعني مهتمين بالأعمال الترخية والدينية ليه بقى بدأت هذه الأمور تظهر لنا مع أن إحنا مثلا يعني لو إحنا حابين نشتغل هنبتدين إيه المشاكل تروح واحدة 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 ونحلها بحيث أن إحنا نقدم حاجة هي فكرة إرادة آه يعني هي محتاجين فكرة الإرادة القطاع الخاص مع المؤسسات الدولة المعنية بدا زي مثلا وزارة الثقافة كل ده نقابة المهن التمثيلية التحدي نقابات الفنية كل ده محتاج يبقى فيه إرادة أو فيه دافع لعمل ده ولو عمل ولو فكروا بهذا المنطق حنعمل حنقدم منتج كويس طيب الأعمال اللي إحنا قدمناها كانت رائدة زي محمد رسول الله والكعبة المشرفة وغيرها من الأعمال دي كانت رائدة وكانت بتتعرض على كل الشاشات العربية وكانوا يعني بتنافسوا عليها طيب شايف أن يعني اختلاف متطلبات السوق والتوزيع ده أثر وكان سبب من أسباب غياب الدراما التاريخية والتلفزيونية هقول له حضراك حاجة هو الموضوع في النقطة دي بالذات أنا بعتبر أنه لي شقين الشق الأول منافسة منافسة بقت صعبة جدا يعني علشان تعمل عمل تاريخي إحنا نقدر ننافس يعني نقدر نقدم شغل ينافس ويبقى رقم واحد ونقدم كواليتي محترم لكن قبل كده لما كنا بنقدم ده ما كانش لنا منافس كنا احنا بس عشان كده كنا نلاقي المسلسلات المسلسلات لا 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 الله أو الكابة المشرفة كان بيتعرض في التلفزيون البحريني الكويتي القطري في كل الدول العربية كانت بتشتري مننا وكان بداخلناها ربح في حدلوقتي المنافسة بقت صعبة شوية بس نقدر برضو نعمل ده يعني لو حطينا الموضوع وعملناه إذا توفر الموضوع العزيمة بالضبط العزيمة هنعمل ده فيما يخص كتاب السيناريو لا موجودين عندنا عندنا الكاتبوسر الجندي ربنا تديله الصحة موجود وعنده شغل كتير بس هو فكرة تم تغيي يعني ايه الشق التاني بقى الشق التسويقي إنه كل شركة إنتاج من الشركات القطاع الخاص هي خلاص بقت عارفة شريحتها اللي بتتعامل معها يعني لما هتعمل مسلسل كوميدي عارفة هتروح للسبونسور فلاني لما هتبيعه للقناة القناة نفسها عينها على ايه مسلسل الكوميدي الثاني عندك كذا طيب بتروح تجيب علي إعلانات عندك ايه مسلسل اجتماعي كذا يوالي إعلانات المسلسل بقى التاريخي في السوق المصري يعني لسه محتاج لجزء التسويق طيب تزلط مع إن احنا كنا بنقعد ونستنى الأفلام التاريخية والدينية وكاية هي دي اللي بتجمعنا أكتر من المسلسلات اللي هي الكوميديية أو المسلسلات اللي هي اللي هي الاجتماعية يعني مثلا أنا لما أعرض مسلسل تاريخي وديني بيجمع لي الناس وقدر بعده أحط أي حاجة لا ما هو أصل فيه حاجة بقى زمان كانت برضو منافسة محدودة كانت إحنا كمواطنين يعني في مصر عندنا القناة الأولى بالتانية عندنا رأفة الهجان هنا مثلا على الأولى يخلص هتروح لليال حلمية هتخلص لليال حلمية هتروح للمانو البانون هتيجي عندك وقت أنت حتفض فيه الخريطة لمسلسل تاريخي فترة الثمانيات وجزء من التسعينيات مثلا أيام بدايتها لكن دلوقتي أنت بقى عندك السماء مفتوحة بقى عندك زائد القنوات الفضائية سواء المصرية أو العربية الكبيرة بقى عندك كمان تطبيقات أو أبليكيشنز بتنزل أعمال فنية فأنت علشان حضرتك تنزل مسلسل تاريخي وتضمن مكسابه محتاج مجهود هو هيكسب وخاصة أن احنا شفنا مسلسلات كتيرة جدا اتعرضت زي ممالك النار أرطول في حاجة كتيرة اتعرضت وجابت إرادات أو على الأقل حقاية جمهرية حقاية جمهرية وغطت جزء كبير جدا من تكلفاتها ده فيما يخص على القنوات العربية لكن على القنوات المصرية لسه فكرة تسويق الأعمال التاريخية مش موجودة على الخريطة يعني أو هما لسه ما حاولوش أو ممكن يكونوا مش منتبهين رغم أنه طول الوقت كل رمضان بنقول يا جماعة ما عايزين مسلسل تاريخي لازم ما ينفعش نخرج من حلبة مصرعة رمضان من غير مسلسل تاريخي أوديم ده جزء أساسي خاصة أنه رمضان يعني هو الأول يعني يمكن رمضان بدأ زمان خالص ده التلفزيون بالأعمال الدينية بتدي للناس وجبة دينية بس طرفيهية يعني عشان في النهاية رمضان طقس ديني مهم فكننا بنحط له مسلسلات دينية أكيد يبقى فيه مسلسل أو اتنين طيب حتة الانتاج إذا بعادت الدولة عن انتاج اللي هو المسلسلات الدينية والتاريخي هل يقدر القطاع الخاص يقوم بالمسؤولية دي؟ لوحده أعتقد هيبقى صعب إلا إذا مجموعة شركات بس هو محتاج يتعامل يعني أنت تضافر جهود كلها للعمل دا بالضبط وفي النهاية يتحط لها خطة يعني إحنا ما ينفعش نقرر دلوقتي إن إحنا حنعمل مسلسل تاريخي إنتاج ضخم إحنا ممكن نعمل مسلسل تاريخي يتم تصويره يعني أو يبقى في النهاية اسمه low budget اللي هو تكلفة قليلة بس مش حينافس وإحنا في النهاية برضه في آخر كام سنة يعني مثلا في 2012 و 2013 شفنا شغل ديني تبع قطاع الإنتاج ما حققش أي حاجة خلص لإنه في النهاية حضرك بتقارنه بالشغل التاريخي اللي بتعادل على الكنوات العربية آه اللي بدأ منافس لأ ده هو منافس طبعا قوي لإنه هو متوفر له كل الإمكانيات هناك بيبقى القطاع الخاص داخل مع أجهزة ومؤسسات الدول دي فبيطلعوا شغل محترم فإحنا نعمل حاجة كويسة إما ما نعملش لإنه مش هنعمل حاجة يعني تبقى العودة عودة بقوة بقوة طبعا حتى لو مسلسل واحد بس لإنه الشغل التاريخي بيحتاج أولا يعني مثلا لو هنعمل تاريخ ديني محتاج كاتب سيناريو أو اثنين أو ثلاثة مع بعض محتاجين ناس من الأظهر تراجع الأحداث لإن الأحداث طبعا طب من أهم نجاح عوامل نجاح المسلسلات الدينية والتاريخية كانت إجادة الممثل والفنان لللغة العربية الفصحة علشان يؤدي ويكون المسلسل مظبوط شايف أن الطاقم الفنانين موجودين دلوقتي في مشكلة من ناحية اللغة العربية؟ المشكلة للأسف تخص أغلب نجوم الصف الأول المسلسل هيبع باسمهم يعني هنلاقي أي حد من نجوم المسرح القومي هتلاقيهم أسادزة في اللغة العربية لكن المشكلة بتواجه أهم عناصر العملية الفنية عندنا أو العملية الدرامية هم الأبطال هي مش مشكلة يعني هي ينفع نحلها ينفع يتدربوا على اللغة العربية زي ما هو بيبقى مهتم مثلا أنه داخل يعمل دور فمحتاج يبقى عنده عضلات فيروح الجيم يقعد يروح الجيم ثلاث شهور لحد ما يبني جسمه أو محتاج يخس بشكل معين فبيقعد فترة طويلة عشان يخس هو يقدر يتعلم اللغة العربية خاصة أنه بيبقى فيه مراجع لغوي موجود معاه في الستوديو فهو يقدر يعمل دور فهو يبقى عنده الرغبة أو يبقى هو وعندنا ما عندنا خالد النبوي لغة عربية بتاعته كويسة ودينا ناس كتيرة كان عندنا ممضوح عبد العليم اللي حول كان كان لغة عربية بتاعته كويسة فدي مش مشكلة أو تتحل بس برضو دي تتحط تحت بند الرغبة أو الإراضة طيب الفنان الكبير محمود ياسين قدم أعمال كتيرة زي أبو فرس الحمداني ومحمد رسول الله وجمال الدين الأفغاني يعني شايف إيه سر نجاح الأعمال زي كده يعني كان فيها مجموعة من عوامل النجاح اللي إحنا لو ركزنا عليها ممكن نقدر إن إحنا نرجع لده تاني لا هو دلوقتي تمام طيب أعمال نجحة جدا وأعمال رائدة حتى لما حتى لو رجعنا قبل كده برضو وإحنا من يوم ما التلفزيون المصري بدأ الأعمال الدينية التاريخية وهو نجح فيها وهو كان أهم مكان بيطلق أعمال أعمال دينية لكن ما كانش الموضوع واقف على أو التقييم ما كانش فيه فكرة الإبهار يعني يعني إحنا مثلا لو رجعنا نشوف الأعمال دي بالمنطق الأعمال الدينية اللي بتطعارد دلوقتي عنحس أنه هو الإنتاج فقير هو ما كانش إنتاج فقير بس هو ده اللي كان متاح ساعتها هو ده اللي موجود فكرة الخدع ما كانش موجودة بشكل كبير لكن دلوقتي الأعمال دي كانت نجحة طبعا بس لو عملنا أعمال بنفس المنطق أعتقد لازم يبقى فيه معارك لازم يبقى فيه عنصر إبهار لازم يبقى فيه الدينة تغيرت عن عن اللي كان بيتم في الفترة طبعا إحنا ساعتها كنا رواد وما زلنا طبعا يعني إحنا اللي بدأنا قصة الأعمال الدينية التاريخية لكن ما ننفعش نعمل مسلسل بالمنطق ده اللي كان بيتعمل في التماءات التسينيات طيب الفنان حسن يوسف أدم برضو مجموعة من الأفلام من المسلسلات عفوا من الأفلام من المسلسلات الدينية الكتيرة زي ابن ماجة القزويني وقدم كمان حاجات كتيرة جدا زي الإمام النسائي والمراغي وعبد الحليم محمود وقدم العمل الناجح الكبير إمام الدعاء اللي هو الشيخ محمد متولي الشعروي ساعة 2002 طيب يعني إحنا إزاي نحافظ على مستوى أعمال زي كده حقاية ناجح كبير هو الأعمال دي كانت أقرب للسيرة الزاتية منها للتاريخي لأنه العمل التاريخي بيبقى بيناقش حجبة تاريخية من خلال شخصية أو مجموعة شخصيات لكن هو كان ده ده سيرة زاتية سيرة زاتية مؤسرة لشخصية دينية مؤسرة طبعا وفي كتير بيحطوها تحت بند تاريخي هو بس هو مش تاريخي هو سيرة زاتية ساعتها كان بيتم ساعتها برضو كان ده ليه علاقة بالتفزيون المصري كان بيتم وضعه في وقت مميز تمام؟ وكانت المنافسة قليلة أنت اللقتي الحزبة تغيرت أو معدلة تغيرت أنا عندي مسلسل تاريخي وعندي مسلسل اجتماعي قلب الدنيا وشغال سوشال ميديا هتروح لمين؟ المواطن العادي هيروح لمين؟ هيروح لده على طول فعلشان تعمل ده أولا محتاج ما هو المسلسل الاجتماعي على سوشال ميديا عمل بيلح على الجمهور طول وقت طول وقت لازم كل الشغل ده برضو يتنفذ ويتعامل للمسلسل الديني والمسلسل التاريخي مع عشان كده بقول لحضر لك هي محتاجة إرادة محتاجة مجهود مجهود محتاجة رغبة لو عملنا ده حننجح طيب كتاب الأعمال الدينية والتاريخية زي عبد الحميد جودة الصحار وعبد الفتاح المصطفى وكرم نجار ومحفوظ عبد الرحمن شايف أن غياب كوادر كبيرة في كتابة الكتاب والمؤلفين اللي كانوا بكتبوا الأعمال التاريخية والدينية ده أثر في الموضوع برضو خلنا ما بقناش نشوف الأعمال ده دلوقتي هو الغريب مثلا مثلا عشان هل تتعرف أنه هو الموضوع لي علاقة بالفن بس أنه كرم النجار مسيحي مش مسلم وهو اللي عمل الجزء الأول من مسلسل محمد رسول الله ده أكبر دليل أنه الموضوع ليه علاقة بالموهبة بالموهبة مع أنه هو بعد كده كرم النجار عمل أعمال غير تاريخية بس فكرة النجاح وفكرة إتقان الخلطة أو إتقان الكتابة ده موهبة وإحنا عندنا ما زلنا عندنا عندنا مواهب سواء من الشباب أو من الكبار يعني عندنا أستاذ يفسر الجندي عنده شغل كثير جدا موجود حي يرزق والراجل إنتاجه لا ينتهي عنده كذا سيناريو جاهز بس ما تمش إنتاجه عندنا حتى الكتاب الشباب عندنا مثلا أستاذ عبد الرحيم كمال موجود يقدر يعمل ده وممكن يكون مع عملش ده بس يقدر لو كلفته بدا يعمله تقدر حضراك تجيب كاتب شاب يقدر يكتب ده وانت في جميع الأحوال لازم في لجنة حتراجعه لجنة دينية لجنة تاريخية كل ده حيراجعه حيتراجع فالفكرة في قصة موهبة يعني لو في كاتب موهوب حقيقة ده موهوب يعني كرم النجار كاتب مسيحي وكتب الجزء الأول من محمد رسول الله يعني ايه الموضوع فكرة العمل ذات نفسه يعني ما نلهاش داخل يعني هو أستاذ سعد لبيب كان أحد قيدات مبنى إزارة تلفزيون كلفه وما كانش يعرف أنه هو وساعتها ما كانش عده يسعى لحد أنت مسيحي ولا مسلم فقال له أكتبوا كتبوا سلموا لأه طبعا خلاص خدوا ودي كانت مفارقة أو كانت وقعة كانت أمرة تحصل ساعتها أنه يبقى كاتب مسيحي هو اللي كاتب مسلسل عن سيدنا محمد عليه الصدق ودي قمة الوحدة الوطنية طبعا طبعا طيب النجوم كتير جدا اللي قدمونا أعمال دينية وقدمونا أعمال تاريخية زي نور الشريف اللي قدم لنا عمر بن عبعزيز وهرون الرشيد وحقه ونجاح كبير جدا طيب وأخيرا بقى يعني هل نقدر نقول في أمل أن احنا نشوف حاجة زي كده يعني في أعمال التاريخية والدينية في رمضان في أمل بس الموضوع محتاج إرادة يعني لما لما حضرك مثلا تعرف أنه مسلسل كيلو باترة تصور في سوريا يعني المفترض يبقى التصوير هنا بس ما هو أنت عشان نصور هنا معنى أن نصور في سوريا معنى أنه تكلفة نقل المعدات والفنانين اللي هناك مع التصوير أقل من سعر تصويرهم هنا يعني الأحداث بتدور في مصر وصورتوا في سوريا فإحنا طبعا من ضمن الحاجات أنه بيبقى الدولة لما يعني مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع ده تتدخل فيه في النهاية هنقدر نعمل مثل سلسل وينافس لأن في النهاية إحنا أصل الدراما التاريخية في العالم العربي طيب 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 لو شايف أن الدولة لازم ترجع مرة تانية لعملية أنها تبقى هي المنتجة للأعمال اللي هي التاريخية والدينية لأن القطاع الخاص مش قادر يقوم بالموضوع لوحده الموضوع محتاج تضافر جهود ما تجيش إلا من إشراف الدولة على الموضوع هي محتاجة مش بالضرورة الدولة ترجع تنتج لكن هي محتاجة توجيه للدولة تكون موجهة أو دينامولي أيوة بضبط الدولة موجهة القطاع الخاص عايزين ننتج أعمال تاريخية تتكلم عن كذا وكذا وكذا بالإضافة لتوفير الدعم اللوجستي يعني وفر للمجميع هي الدولة تقدر وتحل المشكلات اللي هي ممكن تواجه فريق العمل بالضبط زي أماكن التصوير كل ده الدولة تقدر تعمله وبس يعني مجرد مع عملة الدعم اللوجستي ده هي خلاص هي نجحت المنظومة من قبل ما تبدأ يعني دلوقتي ما بقاش فيه مشاكل ونقدر يبقى الدنيا مزللة والدنيا جميلة ونقدر نركز في فنيات العمل والعمل يبقى يعني يليق بمصر ويقدر أنه ينافس ويقدر يقول أن مصر رجع بقوة تاني في المجال ده وقدر أنها تقول أنه هو على الشاشات الرمضانية يعني صحيح يعني نتمنى أننا في الفترة اللي جاء نشوف حاجة أو نسمع حاجة في رمضان بإذن الله وفي النهاية بنشكر ضيفنا كبير الأستاذ الكاتب الصحفي والناقض الفني أمين خير الله أمين خير الله